في بعض الشخصيات بيبقى عندها فوبيا من بعض الحاجات في حياة حياة المسنين أو كبير السن ممكن جدا يبقى عنده فوبيا أنه خايف يموت مثلا أو عنده اضطرابات في النوم فيضطر أنه يبدأ يتجه ناحية أدوية الاكتئاب أو أنه الأدوية المنومة أو إلى آخره الحاجات الزي دي إزاي نتعامل معاها لو إحنا أفراد بنغدم المسنين أو عايشين مع المسنين أو لنا أي تعامل أيا كان شكله مع حد كبير السن علشان نعرف يعني نعديه هو كمان من المرحلة دي نفصلهم عن بعض مثلا نتربط النوم في الأول من المشاكل اللي بتقرق المسنين في المرحلة دي مهمة أو أنه إحنا نفهم أن المسن زي وزي أي حد بينام في مرحلة النوم بمرحلتين اللي هو النعاس اللي في الأول والوسن اللي هو الدخول بقى في عمق النوم فبيخشش طبعا هو في مرحلة العمق النوم ده ممكن يخطف بعض الدقايق ويقوم تاني نوم خفيف جدا نوم خفيف خالص وبيقلق من الأصوات العالية فإحنا مفروض نوفر له مكان يكون هادي لو في البيت أو في الدار وما يكونش فيه أي مصدر من مصادر الإزعاج يكون متهوي كويس ويبدأ أن يتحدد له مع وعيد سابتة للنوم والصحيان ما تبقاش الدنيا سهلة خالص أنه بيسحى ساعة 2-3 الظهر وينام تاني الظهر ده ما هيخلينه ما يعرفش ينام نبعد خالص عن الأدوية اللي هي اللي هي علاقة بالمهدئات واللي بتسبب النوم والحاجات اللي فيها الكافيين عالي برضو دي بتسبب له أرق بالليل ما بيعرفش ينام بسببه طبعا هو كده كده ممكن يكون مش بيعرف ينام بسبب بعض الأمراض اللي بتدرب المرحلة دي زي الزهايمر زي قرح الفراش زي الشلل الرعاش أو ارتجاعات المريء دي في المرحلة التانية مش كده مش المسن الشاب مش في المسن الشاب خالص ممكن حتى ما تقاش في المسن الكهلة ممكن تكون في المسن الهرم اللي هو ما فوق الأربعة وتمانين بالزبط طبعا كل الأمراض دي عفوا بتبدأ أن هي تقرق نومه مقدرش ينام أنا بقى أعمل إيه يعني لأنه للأسف في ناس يعني مش عارفة أقول إيه بس يعني ده هي ده بيحصل للأسف أنه منلاقي أبناء أو أحفاد بيتعاملوا مع الوضع ده بنوع من أنواع التاريقة كده زي ما بنقول أو عدم الاحترام المرض الجد ده مثلا عايش فيه فمنلاقي مثلا لو جد مثلا أو جد عندها الزهايمر ده لو في سن كبير زي ما حضرتك قلت أو كرح فراش أو شل الرعاش أو كده منلاقي عدم تفاهمنا وثقافتنا الكافية ممكن نتعامل مع المرض بشكل وحش فده يأثر على المسن ده بشكل سلبي جدا فممكن يتدهور حالته أكتر فده اللي بتكلم فيه أنه زي إحنا بقى يبقى عندنا الوعيدة لازم نبقى مدركين تماما أن دي مرحلة عمرية كلنا هنروح لها والسادة المسيح لي كل المجد في الكتاب المقدس قال لبوترس الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيث تشاء لكن ما تشخت في أنه يحملك أخر وتمد يدك وتذهب حيث لا تشاء يعني دي مرحلة عمرية إحنا كلنا هنروح لها فللنهار ده أنا بقدر أعمله مع جده أو تيتا في الدار أو في البيت ده في الآخر بيتردلي وأنا ده شفته في بيتنا وبدأت أشربه الأول من البيت عشان أقدر أن أنا أخد بركته بعد كده في الخدمة لازم يكون عندهم معي بالأمراض بتاعت الانزهايمر أو قرح الفراش أن دي أمراض بتضرب المسنن مش بس في جسمه وتضربه في النفسية يعني لما يكون عنده قرحة فراش وفيها ممكن يخرج منها بعض الرواحة الصعبة مش بس هو جسمه مأذي هو كمان نفسيته متضايقة لأنه شايف نفسه قدام أهله أو شايف نفسه قدام الخدام اللي بياخدوا بركة خدمته الريحة ممكن تأذيهم فلازم نحن نقابل ده بالحب وبالرعاية وبالاحتواء لأنه هم قابلوا ده زمان خالص مع الأباء والأبناء الأب عمل كده مع ولاده لما كانوا أطفال فجي الدور اللي هم يردوا نفس الدور ده لما بقى الأب في نفس موقع الاحتياج طيب لو بنتكلم فيه برضو من الحاجات اللي بتأثر بالسلب أو نفسيا على الكبير السن أو المسن أو جده تيتا لو هم بيتضايقوا يعني من الكلمة دي الحكمة بشكل عام إنه متسابين لوحدهم فترة طويلة لأنه ابني بنتي حفيدي حفتي كبروا فكل حياتهم بقت فيها كتير من المشغوليات بيشتغلوا ومدارس مش عارف إيه وتيتا وجده متسابين لوحدهم أو تيتا لوحدها أو جده لوحده أيا كانت الحالة بقى الاجتماعية ده بيأثر لغاية فين عليهم هو بيأثر بشكل سلبي جدا إنه ما فيش زيارة بشكل مستمر وحتى لما بنروح ناخد بركة زيارتهم في الدار بنسمع أنه الأولاد بقى لهم فترة مجوش بقى لهم فترة كبيرة ده بيأثر بشكل سلبي جدا على النفسية لكن الخدمة بتحاول تقوم بدور المجتمع البديل اللي هي بتروح بشكل أسبوعي تفتقد الأباء والأمهات في الدارات تعرف إيه أحوالهم لو فيه احتياج لدكتور بيروحوا معاه الخدام يودوه بيحس المسن بتعلق ناحية أقرب حد بيقدم له الحب ده ولو في العيلة مش في دار لو قاعد في بيت الواحد يعني مثلا وولاده متجاوزين وخلفين ومش بيزوروا كتير حسب لو فيه خدمة بتفتقده أو بتزوره ده برضو بيسهل عليه ودي احنا برضو حاجة بناخد بركتها في الخدمة لكن المفروض أن الأسر والأهل يكونوا متوعين بالفكرة دي مش فكرة أن احنا سيبينه في البيت أو قاعد في الدار حتى قاعدة الدار فيه ناس ممكن تحس أنه ما يصحش أودي دار مسنين أو دي فكرة منتقدة يعني مش حلوة لكن هي الفكرة أن احنا بنودي الدار الدار اللي هو فيه رعاية الدار اللي فيه رعاية صحية وطبية ومكان نظيف يقدر أن هو يكمل فيه الإيام اللي جاية بس يكون بناء على رضا أي ما الفكرة بقى أنه احنا بنتعامل كمجتمع مصري يعني مع جزئية أنه أحط الجد أو الجد في دار مسنين ده نوع من أنواع الأسوأ وعدم رد الجميل عدم احترامهم يعني بسي ممكن هي غلط بس أنا شخصيا بحس أوقاتي أنه لا يعني لو مش قادرين نشيلهم فوق دماغنا وجوه عنينا وما ينفعش تحطوا مثلا في دار مسنين كرد اللي هم عملوا معين ده فاللي هو إزاي ممكن نغير الفكر ده مثلا بسي حديثك هي مدارس يعني أنا ممكن أخليه في البيت وأولا أنا هشيله في البيت وعلى راسي وفي الآخر أبقى حطت الأب أو الأم في البيت وأنا مش قادر يوفر له الرعاية ولا الطبية ولا الصحية ولا الروحية الكافية لكن في الدار بيتوفر له الحاجات دي بس المهم العنصر اللي وديه بقى أنت وديته الدار أو سايبه في البيت بتزوره في الدار ولا لا لو نسأل السؤال بشكل مختلف لو حط حد في الأب أو الأم أو الجد أو الجدة في الدار وبدأ يزوره كل يوم ويشوف احتياجاته كل يوم ويشوف هو محتاج إيه وما يخلهوش مشاكله تتراكم لأن المشاكل ما بتتحلش بالتجاهل عنده النهاردة مصدع تعبان عنده دور برد أي مرض بيحس به يبدأ يجري ويكشف عليه إنما ما يركنش الأمر ويبقى هو كده أنا بس حطته في الدار جالك مرة مثلا أو شفت حد يعني في خدمتك حد من المسنين متأزم جدا وزعلان جدا 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 إن أولاده حطه في دار مسنين مثلا؟ آه دي حصلت في دار من الدورة بناخد بركة خدمتها لكن لما نخش جوا تفاصيل القصة هنلاقي إن هم حطوه في الدار لأنه هو لما كان قاعد لوحده في البيت مشي ووقع وجاله كسر في الحود ومشي ووقع تاني وجاله كسر تاني فهو ما يتحملش الكسور الكتير دي هم في بيوتهم وفي أشغالهم بس هو طبعا مش قادر يتفهم هو قاعد سنين في الدار مش متقبل الفكرة لكن مع الحب والاحتواء وقدرة الخدام إنها تتواصل مع قدارة الدار لأن دول حلقتين مهمين جدا الخدم بيسمع الأب أو الأم من الحكمة في الدار محتاج إيه وبيحاول يبقى هو البلسم أو الزيت اللي بيطايب الجرح ده وفي نفس الوقت يبدأ يوصل لإدارة الدار عم وفلندا محتاج كذا ممكن نخلي البيت يسأله عليه ممكن نتصل بيهم فبقى الخدم هو حلقة الوصلة الجميلة ما بين سمع شكوة المسن ودي حاجة مهمة جدا إن الخدم يبقى أذن للكل ومستعد أن يسمع بصدر الرحب ويسمع المشكلة حتى لو تعادت قدامه مرة واثنين وثلاثة وعشرة لأن المسن بينسى ممكن يطلب نفس الطلب تاني يعني حتى كنا في المؤتمر الأخير كان أحد الأباء طلع وتعلق بخدم الخدام فضلت ثلاثة أيام بيدور عليه الدارة تاني يقفين في الأداس يجي فين فلان هو اللابس شماس أو في الهيكل طب هنمشي مع بعض هو تعلق بشخص الخدم اللي جيت حيل عليه قاله يلا عشان ننزل وهنقضي وقت كويس فالخدم دوره بيكون مهم أو في رعاية الأب والأم في الدارات أو حتى في البيوت ترجمة نانسي قنقر